اثامنة في القاهرة مجزل اهم بالاخبار اهلا بكم شدد رئيس السيسي على اهمية تفعيل الجهود الدولية لمكافحة الارهاب والتطرب بكافة صوره واشكاله وفي استقباله الوفد من الكونجرس الامريكي اكد رئيسه على حرص مصر على ترسيخ الدعاء من دولة المدينة الحديثة بما يشمله ذلك من اعلاء لسيادة القانون ومفهوم المواطنة فضلا عن بذل اقصى الجهود لتحقيق التوازن ما بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الامن والاستقرار اجرأ اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الامريكي دونوند ترامب اكد فيه على قوة وتميز العلاقات الاستراتيجية فيما بين البلدين وبحث معه سبلة تطويرها في جميع المجالات كما تم في الاتصال بحث اخر تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية خاصة مكافحة الارهاب والموقف المصري الخليجي ازا قطر تنظيم الحمدين وقد اكد ترامب على دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الارهاب اعلن وزير الخارجية سامح شكري قبل قليل بيانة دول الداعمة او الداعية لمكافحة الارهاب في ختام اجتماعهم بالقاهرة بشأن خطواتهم المستقبلية تجاه قطر تنظيم الحمدين وقال البيان لدول الداعية لمكافحة الارهاب انه قد تم الاتفاق على التجديد على مطالب الدول الاربعة بمكافحة الارهاب ومنع تمويله او توفير الملاذات الامنة له وقد حدد البيان ستة مطالب اساسية لقطر وطلبها بالتوقف عن تهديد السلم والامن الاقليمي والدولي وقد وجه الشكر لامير الكويت لجهود الوساطة التي بدلها وقد اتفق المجتمعون على اجتماع مجددا في المنامة لمتابعة الموقف بدوريه قال وزير خارجية السعودية عادل الجبير ان قرار الدول الاربعة تجاه قطر جاء نتيجة لدورها في دعم الارهاب والتطرف اضاء الجبير ان المقاطعة العربية مستمرة حتى تعدل الامارة من سياساتها للافضل واشار الى ان هناك تشورا مستمرا مع وزراء الدول العربية بخصوص الخطوات المقبلة هذا وقال عبدالله بن زايد وزير الخارجية الاماراتي ان هناك اليات صدرت من قمة الرياض بشأن مكافحة الارهاب ووقف تمويله ويجب القيام بافضل جهد ممكن لاخلاء هذه المنطقة من كل ما يؤدي للتدمير والفوضى وضياع الفرص نهاية مجزر الاخبار شكرا لكم الى مرتقعة